الزمالك نهض البركان كنت بتكلم انا مع بعض الاصدقاء هنا حتى في الاستوديو واحنا داخلين انه الزمالك فاق بغض النظر عن مباراة السموح بس فاق يعني يقدر يخش المباراة دا وانت مش قلقان عليه تتطفق ام تختلف يعني عايز اقول لك المباراة انا بالنسبة لي الزمالك زي ما انت قلت فاق بس الامور تختلف الدوري يختلف عن نهائي بطورة تعتبر بطورة كرية اولا انت هتلاعي فرقة ممكن احنا كان ليا الشرف اما كنت موجود في نتزة مالك 2019 كان نفس الظروف لعبنا بركان هناك مباراة الزهب والعودة كانت هنا في مصر ايوة هتلاعي فرقة على ملعبها انا فاعتقدها فرقة عنيفة بس ادهم صغير جمهور قريب من الملعب ساعة الملعب مش كبيرة قوي ايوة ايوة 14000 14000 ملعب برضو خلي بالك اما تلعب على ملعب ممكن المساحات اللي هي الدايقة شوية دي ممكن بتحتاج شكل لعب مختلف عن ان انت بتلعب مثلا في استاد القاهرة او استاد اكتب فاهم هم في اعتقادي هم فرقة شارثة بغض النظر 2019 2020 2021 هم فرقة شارثة على ملعبهم كعات الفرقة المغربية عمو من كلها بالزبط اه اول ربع ساعة زي انا بقولك هتلاقي ضغط جمهور غير طبيعي وتشجيع وكذا صعوبة الماتش بالنسبة لي بره الخطوط اللي هم معهم مدير فني متمرس في افريقيا كاسبان اتنين شامبوزليج درب في مصر سيراميكا درب في مصر النادي المصري عنده معرفة كبيرة جدا بالدور المصري وباللعيب المصري فاعتقادي المباراة تبقى صعبة لكن وهي اللي في ايد نادي الزمالك وفي ايد جميلة حل